سباح الخير مرة تانية لكل المشاهدين البداية اليوم بتكنولوجي وأول ايتم اللحنكونا بنحكي عنه لحضركم فيديو 30 ثانية هو عبارة عن سمايت فون نجح منحضر من بعده فيديو تانية فيه كل التفاصيل عن سمايت فون خلينا نحضرها الدعاية ونجح منحكي عنه ون بلس تري هيدا هو هالسمايت فون ما نحكي عنه هالسمايت فون اللي بحبو انا بهالشركة انه اول ما نطلقو بايد الاندستري البروموشن طبعون كانت فريدة من النوع كانوا عم بيعطو الناس تليفون مقبيل تليفون يلي بيكسروه يعني الكمبين تبعوهم كانت اونلاين انه فارجونا انتو قديم استعدين تربحو هالسمايت فون كيف مستعدين تدمرو الاسمايت فون تبعوكم في ناس كانوا عم بيطلقو عليه بالسيارة بيكبو بلندر مختلف الافكار وكان عم بينبعط لهم تليفون تاني وكان سعروا لها تليفون عم بيتفوحقو الناس دولار واحد هيدا كانت البروموشن للكمبين طبعون من حوالها السنتين اما ثلاثة حتى فاليوم هالسمارتفون الجديد انتبهته على اللون الاسود هو التركيز تبعوه وهيدا الميزة اللي عم بيجربو كانوا يساووها اكتر الفداول اللي حنكون عم نحضره هلأ بيحكوا شوي قسط لهالسمارتفون والتفاصيل الموجودة بالداخل عم نحكي اول شي عن بطارية في جملة كتير بيستعملوها يلي هي انه نص ساعة هي كل الوقت المطلوب لتقدير البطارية تكون عم بيضا ينكون اكتر من النهار حتى بالنسبة للون كانوا عم بيشبهو شوي بأسلوب باتمن انه هيدا هو السمارتفون يلي ممكن باتمن يكون عم بيختاره لا يحصل عليه غير البطارية والدزاين بيعتقد بيبقى نقطة واحدة كتير مهمة كمان نكون عم نحكي عنا هي الكاميرا هون عم نحكي عن 16 ميجا بيكسل كام هالكام يلي اليوم كمان سريع كتير وفيها الHDR فونكشن يلي فيها الHDR يعني عم نحكي عن هيدا فنشن ريزولوشن اللي هتكون عم تحصل عليها هي لح اوتوماتيكلي الفون يقدر يتعرف عليها امتين لازم تكون عم بيتم استخدامه او امتين لا فهو المميزات يمكن انتو ما حتحسوا فيهون كاوبشنز تعدوا تنقوهون ولكن بعد ما تلطقتوا صور معينين وتقرنوهون لغير صور على غير سمارتفونز هون اهيان طريقة لأقلكن انه تكونوا عم تشوفوا الفرق فيها هيدا هو الون بلوس ثري هالسمارتفون الجديد يلي شخصيا لأيته يعني من ناحية الدزاين ومن ناحية المسألة الخارجي فريد من نوعه وفري أليجنت والستايل طبعا وعنجد قليلا لأيهيك سمارتفونز لح نكمل من هالسمارتفونز ونروح على أبليكيشن تاني هكيكو سيترولع على الوقت هاي كمين سمارتفونز سوري كمين سمارتفونز لا هلا لحنا نكون عم نحكي عن أب أب اسمه جوجل ديو هيدا الأب حكينا عنا من زمين بس لأيكلي سال فيها أبدايت جديد اليوم منعرف أهمية الفويس كولز يلي عم بيصيروا ومش بس الفيديو كولز يعني في كتير ناس اليوم بيستخدموا أبليكيشن وراء يكونوا عم بيتوصلوا لبعضون ومش الطريقة التقليدية انه بتطلب الرقم عدق لا خلص بديق لشخص ان كان على واتساب ان كان على وبتايد واتساب هو الأكتر شيء ساعد انه هالأمور تتحول بسرعة الفيديو اللي حتكون عم نحضر هو عن جوجل ديو هالأب يلي نزلت هايك السنة ولكن هلأ بهاليومين عمل لأبدايت نزلت هايك السنة كانت الأب تسمحليك تكون عم تتصلي بالشخص التاني من خلال الفيديو وبس فيديو مود فكتير ناس كانوا عم بيتشكوا أنه إذا ما بدنا نستعمل الفيديو بدنا نستعمل الأوديو فاليوم صار في أبدايت موجود فيها لهالأبليكيشن نحن بلشوا بالعكس بلشوا فيديو قبل الأوديو حتى الفيديو بتكون عم تتصلي فيها الشخص الفيديو أراد بيكون لايف يعني إذا أنا عم تقوليك مش إنه من بعد ما أنت توافق على هالمكالمة من بعد ما تكون عم تفتح الخط إذا فيها نقول لا تبلش تشوفيني لا هي وعم تدق عنيك السكرين بتكون عم تفرجيك الشخص الثاني in real time يعني لايف بنفس اللحظة عم نشوف الرأم منشوف الشخص عم نشوف الشخص عم نشوف الشخص مع الرأم كمين أكيد وعم يديريك ثرو ان أب سو بيكون حسب الاسم تبعه يعني كمان النك نيم يعني هو بيكون حطه على هيد الابليكيشن فاليوم صار في إلا أبدايت يعني هو أنه صار فيهم كمانا تكون عم تستعملوها للويس كولز هالحرب الكتير كبيرة عم نشوفها اليوم بين هالشركتين يلي هنا بين فيسبوك اللي عندهم واتساب وبين جوجل يلي الهدف الأساسي اللي كلهم عم بيشربوا يحصلوا لأنه هنا يكونوا عم بيعطوك كل السيرفيسز يلي ممكن أن تكونوا عم تستخدميهم فمن ناحية التواصل مع الغير جوجل كان عندهم شي اسمه جوجل هانجاوت اليوم عم اللاحي صار في غير السيرفيسز كان عندهم شي اسمه جوجل ألو جوجل ديو كانت بس فيديو صار فيه فويس واتساب كانت بس تكست صار فيها فويس وبعتقد كمان صار فيها فيديو حتى هون بدنا نقاري أنه قدي واضحة بتكون الصورة كمان والصوت بين الاثنين نشوف مين راح يقدر هذا بتأثير بحسب الانترنت اللي بتكون موجودة عنها وبعتقد بتأمل أنه مع الوقت تتحسن هولي الأساس يعني لأن وين ما بتسفر اليوم بحيالها دول بحيالها أغلبية البلدين الحوالينا حتى كبيرا الانترنت كونكشن مايد مشكل أساسي دعينوا منه يعني بنفس الطريقة يلي منعني منعي 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 يمكن ولكن عبر هالوسيلة لازم يكون عنا الابلكيشن نعم لذلك هالشخصين يجب أن يكون عندهم هالأبليكيشن نعم لا دونلود نعم نفس كيف على واتساب هالشخص أو هالشخص 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 موجود وصرنا بيون بس أنه الشخص يكون عم يتوصل بالتاني ستعمل كونفرنس كلهم من خلال الابلكيشن الوحدة يعني فيهم ثلاثة أربعة أو حتى خمس أشخاص يكون كلهم موجودين على نفس الكل فيك تكون عم تعمل نفس شي على فيسبوك بما أنه في سكايب في غير سوفيس تعددوا كتير هالسوفيس تستعمل شيء من هالأبليكيشن زيك ولا بس واتساب يعني واتساب واتساب على الواتساب أو فاستان على الآيفون لو كنت أندرويد باتقيد ما عندك فاستان كنت جربت بما أن إنه أندرويد يكون عنده كل هالأبس الشخص بس ما هو اليوم في ستادي أكتر رولا بيقول أنه أغلبية الناس اليوم بنزلوا أبليكيشن جديد بس بإخير النهار بيستعملوا أكتر ستة أو سبعة أبليكيشن من كل اللي موجودين عنه أو المعاوضين عليه أكتر لأنه تتعود عليهم وعلى يكون فيهم من خلال يعمل تسمع موسيقى أو حسب البلد التي نحن فيه تلاقي أنه معتمد أكتر 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 من غير كمان كتير مضبوط هول أساس بتأثير على الابليكيشن زي اللي عم تنزلين بس مش السيرفزز يعني إذا بتسمع موسيقى كل الناس بيسمع موسيقى بكل البلدين بس في ناس يمكن لأنه في سيرفز معين كتير معروف عندهم يمكن بيستعملوا بدل غير ونفس شي خدمات الزغيرة عن فيسبوك إذا مروح إلى تشينا ما بيستعملوا فيسبوك بيستعملوا غير version من هال social platform يلي عنده نفس الفنكشنال ويشبه فيسبوك بنفس الأسلوب بس ال تشينيز version فباتيد هوني كسب السيكانية كمين بتسي عيد مانون بحاجة أبدا لشي غارج سي Thank you Eli Thank you Eli